اشتركوا في القناة الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة حفظه الله وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أبعث لكم وإلى كافة منتسب وزارة الداخلية والأمن العام صادق التهاني وأحر التحيات وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين متمنين لكم موفور الصحة وكمال العافية لمواصلة ما بدأه الرعيل الأول المخلصون المؤسسون لهذا الصرح الشامخ طوال مئة عام من الإنجازات وحفظ الأمن والذي يعد فخرا لكافة أبناء الوطن إنما شهدناه بالأمس في احتفال وزارة الداخلية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس شرطة البحرين زادنا فخرا واعتزازا بما وصلت إليه كافة قطاعات الأمن من تطور وجاهزية والذي جاء بفضل الرعاية والاهتمام من سيد حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لوزارة الداخلية وهو ما يبرهن لجميع من يسكن هذه الأرض أن هناك عيونا ساهرة أمينة من أجل أمنه واستقراره ويعزز الطمأنين لدينا على حاضري ومستقبل هذا الوطن وأبنائه الكرام إنما أظهره كافة منتسب وزارة الداخلية والأمن العام خلال الاحتفال من استعدادات دللت للجميع على الكفاءة العالية التي يتحلى بها جهاز الأمن العام وذلك من خلال ما تولونه مع عليكم من متابعة حثيثة للوصول للأهداف المنشود لهذا الجهاز الحيوي والهام متمنين لكم ولكافة أفراد الأمن العام مواصلة تحقيق ما تصبون إليه من تطوير لكافة القطاعات الأمنية وبما يسهم في استمرار المنجزات المتحققة في مملكة البحرين وفي الختام نشكركم وكافة زملائكم وجميع أفراد الأمن العام ونهنئكم بهذه الذكرى المئوية لجهاز الشرطة ولكم جميعا تحياتنا وتمنياتنا بدوام التوفيق وبرك الله في جهودكم المخلصة وليحفظكم الله جميعا درعا حصينا لأمن هذا الوطن الغالي والمواطنين الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الغزراء اشتركوا في القناة